اهلا بحضراتكم اه طبعا عندك ميو يعني عندي ميو واثنين وثلاثة وعندي عدوات صيد اه بالصيد كمان اه طبعا بتجيب سمك ولا بحطها لك من تحت لا 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 بجيب سمك بجيب سمك طبعا طبعا يعني اسكندرية ده عشقك اه طبعا يعني زي بقولك ايه السمك لو انت طلعي تبرز اسكندرية ما تعافش تتتنفذي بص انا كل يوم الصبح وانا نازل لازم ببص على البحر اللي لازم عد عليه كده يعني لازم يعني هل انت وانت وانت بتلعب كنت ساعات بتعمل فترات اللي ايدي تحتك جارية على الفيتش لا بص مش قوي يعني بس هو كان حاجة يا رباني كده ان انا كنت بقى بحب قوي العوم في الموج العالي وكانت حب قوي اسطات في حتة كده يبقى الموج بيدرا فيك وبتلعب بتاع الفردكت في العرضاملة اه طبعا الحاجات دي كلها عملت عملت حاجة فرشوان يعني انت بتلعب على الراكة في الغملة انا مكنتش بالعب كرة اللي مكنتش عرف فالعب كرة لا لا خالص ما كنتش عارب فالعب لكن فيه كانت لعيبة في الشاطئ عندنا كانوا لعيبة ممتازين جدا كانوا بيعرفوا اللعبوا على الغملة بسهولة ما تقريبا كل امريكا الجنوبية والبلاد اللي هي على على الشواطئ والكلام ده تلاقي عندهم المعارة عالية جدا ما بص اقول لك حاجة انا انا رحت البرازيج كذا مرة كنت بحكم فيها حاكمت بطلات عالم وحاكمت كتير كنا مروح شواطئ اسمه كوبا كابانا كنا نبتل على كوبا كابانا كوبا كابانا بالليل بعد المغرب تلاقي الشواطئ تقسمت ملعب كورة وملعبين فولي ملعب كورة وملعبين فولي هو الشاطئ طويل قوي فتلاقي اللعبت الكورة كلهم بعد ومشغلهم حاطينهم كشفات اضاءة اضاءة وشغالين يفضلوا طول الليل بيلعبوا كورة وبلعبوا فولي طيب انت عشان من اسكندرية كنت بتحب البحر ما فكرتش انك تنتمي لأي نادي من الاندية وتلعب سباحة لا ما فكرتش لا خالص هو انا الحاجة ما فكرت فكرت لعبت بسكت بس عادت سلة وعادت يعني مش مدة طويلة يعني وبعد كده شفت الجودو الجودو عامينة ما كانش فيها اسمها جودو كان اسمها مصرع اليابانية مصرع اليابانية وبعد كده تجاهلت لعبت جودو طب انت لما لعبت سلة ما حبتهاش لا ولا كنت اوخدها هواية كده لا كده كان مع اصحابي انها مروعتش نادي من الاندية لا 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 كنت لعبت في نادي المحافظة بس مش يعني حاجة شهرين تلاتة كده مش اكتر طب انت ازاي فكرت في الجودو الجودو اللعبة عنيفة اوي ما عرفش انا شفت اللعبة حسيت ان اللعبة دي بالنسبة لي ممكن تكون مناسبة لجسمي ممكن تكون مناسبة لطريقتي ما عرفش الله اعلم راعدين عايز اقولك حاجة انا ما جيت لعب ما كنت شفى فقر ان انا حوصل لنا وصلت له كل حاجة بتيز خطو خطو اما لعبت جودو بعد ست وشهر اخدت اول اسكندرية فبادلت اتضار لك مين اللي خدك للجودو وقالك تعال لعب جودو كان عندي واحد صاحبي وابن عمتي الله ارحمه كان اسمه رودي احمد الشازلي واصحابي اخدوني وروحنا للواي مسيئة اللي هو شبال المسيحيات في حول تلات سنين او اربع سنين اللي هو في الازاريطة وبعد كده رحت النادي اسموح عدت اسموحة غد ما اعتزلت مين اللي وداك النادي اسموحة بقى كابتن ياحي فضل الله الله ارحمه الله يرحمه احسين ايه كان في مشاكل في الواي وبعد كده رحت اسموحة اسكندرية كان فيها سموحة فيها سبورتينج وفيها الاتحاد بس كان اسموحة كان فيه فرق كويسة قوي كنت انا في الوقت ده بروح اتمرن بروح اتمرن مع فرق سموحة فرق سموحة كان عندهم فرق وكان عندهم اسامي موجودة اه كان عندهم اسامي كويسة كان فيه كابتن عبدالرب الله ارحمه فيه اسامي كتير انت لما رحت ولعبتي اخترت خلص انت اخترت الجودو انت ايه اللي ضار في زهنك بعد كده هل انت ضار في زهنك ان انا هكمل في مشواري مع الجودو ولا ممكن اسيب الجودو واخش حاجة تانية لا ما فكرتش انا اروح حاجة تانية يعني ان كان فيه مازل جات فرصة اذا كنت جلس بك حلو ممكن تلعب هندبول بس لتهم لا انا هلعب جودو اقلو لك كده اه اه تعرف ساعت فيه مداربين بيروحوا المدارس يشوفوا بيكتشفوا يقولك تعال انت جلس بك حلو تلعب بهندبول بس اعز اقولك حاجة هو الجودو عندي اختلف في نقطة معينة اه اما رحت سفرت بطولة العالم اول بطولة عالم مصر تسافر فيها كنت في باريس تسعة وسبعين تسعة وسبعين ايوة انا اول مرة فريق مصر اشترك كنا احنا تلاتة انا ومحمد صبيع ولا بيه المليك احنا التلاتة رحنا بطولة العالم انا يوميا خدت 5عالم حامس عالم فاول تجربة ليك فاول تجربة ليه وفي المطش معين ده هو اللي خلاني كملت غدا الاخر يعني المطش ده لو انا مخدتش مثلا خمس عالم او ملعبتش المطش ده او مكسبتش مucking ان ما كنتشكملت مكتش كملت كنت رأت اتجاه تاني ايه الى اتجاه تاني كنتمو انت تفكر فيه لا يعني كنت ممكن أكون أبطل مسه تبطل لكن ماتش ده بالذات يعني أنا أول يوم لعبت أنا بلعب موزنين تقيل ومفتوح على أيامنا تقيل كم كيلو مسهر اللي هو كان أيامية فوق الخمسة وتسعين دلواتي بقى فوق المية فوق المية والمفتوح والمفتوح ده كان بيلعب من التسعة ودلواتي بقى الواحد والتمني بس ما بقاش فيه مفتوح دلواتي أنا تسعين كيلو تحطني في أي وزن كم؟ تسعين اه هو فيه تسعين دلوقتي يعني ممكن اخش اتعرف ان انا لعبت اللعبة دي واحنا في كلية تربية ريضية تلهرة وحبيت هاو المصارع الرومانية في الاول ايو ايو وبعد كده جم قالولي مش عارف المايو بتاعها الحمالات دا وبتاعها دا بتاع المصارع احنا عندنا دا بدلة بقى لا احنا كنو ملبسونا الاول ما كاش يسا البدلة دي جات ماصر وبخش مع الزميري في البتاع دا وامشيلني وهبيدني في الارض اقول لكم لا اعاوز ادعب جودو ولا اعاوز اشوف الجودو ولا اعاوز افكر في الجودو خالص فلا هي لعبة عنيفة لا بص اقولك حاجة انت بدايتك لازم اي مدرب مفروض يعلم الولاد السقطاط انت ايو التكنيك بقى بتاعلم لا ازاي طعا اه دا اهم حاجة في الجودو دا كنت بقى ازاي الطوبة انا لا لا لازم بتعرف ازاي طعا ازاي تترمى اه دا اهم حاجة انك انت لو ما ترميت بطريقة مختلفة متنم تنصاب لكن فيه ناس بتوع من مسا يعني يعني اوزارك حاجة لو لعب جودو مثلا كويس بيترمى كويس اوي عادي يعني اه لكن مثلا انت فيه ناس مثلا عملت حوادث ومسلا رجل منسك لو انت بتاخد السقطة انت ممكن تتفادى وتاخد السقطة هلو حباب ما بيفكرش ساعتها يعني يعني فيه ناس في اليابان حصل نفس القصة مع اليابانين اخد السقطة وكان طب ليها السقطة معانا اللي هي بتاعت الكتفي وتننزل هو كزا حاجة فيه بالجنب اليمين والجنب الشمال اه وعى الظهر وبعدين فيه اللي هي المرمى وكيم اللي هي الامامية ده كلها حاجات سهل كلها حاجات سهل نقعد انا وانت ونزبطها بره بعد الحلقة طيب انت بقلتلي حسيت خلاص بقى اللي انت حبيته الجودو دي بعد ما خدت خامس عالم اه اللعيبة اللي كانوا موجودين معاك حد فيهم خد مركز من المراكز ولا لا لا انت بس الوحيد اللي خدتها كانت بالنسبة لك اول مرة حاجة غريبة جدا وبطولة عالمية زي بطولة العالم ديت في فرنسا انك تحقق فيها انجاز زي الانجاز الخامس كان بالنسبة لحاجة كبيرة يعني حاجة كبيرة بس هي عايزة اقولك هي لها قصة صغيرة عايزة اقولك ما انا عاوزك بقى تطلع اللي جواك بس انا في الاول يوم الوزن تييل انا لعبته خسرت لعبت مع لعب روسي كان طويل اطول مني في جيل وخسرت وبعدين لعبت في المفتوح مع لعب اسمه اندو ده بطل عالم ياباني فخسرت منه فالمفروض العيبة اللي بتخسر منه ما يبقى وصل هو اول مجموعة فاللعب اللي بتخسر منه بيلعبه مع بعض عشان يوصله البرونز ايوه فانا كان دوري قلعب مع واحد كوري كوري ده كان في اليوم التييل كان اوخي التالت عالم يعني اوخي برونز كمان وانا مفيش حاجة لقيته هو واقف مع المدرب بتاعه وانا واقف بقى انت عايز اقولك حاجة يعني واحد جاي من مصر ملوش اي بتاعه فاللقيت المدرب واللعب بيبصول وبيضحكوا يعني زي ما يكون بيستهزاقوا بيا او بي او مين اللي حاجة مين ده يعني مين ده اللي انت جاي تلعب مدرب التالت العالم فانا بينه وبينك ادعيتي جدا يعني شحنتك بقى اه فاللقيت اقولت الله طب ملعب ايه انا خسران حاجة انا كده خسران وكده خسران اه لو انا لعبت مثلا معاه وكسبته حكسبه لكن انا لو خسرت محدش هيقولك واحد من مصر محدش هيحس بيه خالص اه فاللعبت فاللقيتني ان انا رميته ايبون رميته ايبون يعني حركة كاملة اه يعني زي مثلا في المراكمة مثلا ضربة قادية اه اه فالناس انا بالنسبة لي حصل عندي انت عارف بقى الروح عالي الجيدة حالي يتعاندك طبعا ولا الماتش التاني كسبته التالت كسبته خلص خدت الباور بقى اه بالظبط لعبت بقى الماتش عالتالت و الخامس كان معلاب فرنساوي بطل عالمه اولمبياد خسرت منه بنقطة بسيطة وخدت خمس عالم من يوميها بقى بدأ المشواري بقى كملت من اللي انا بالعب مثلا الخامس لا من بطل الجمهورية بطل خامس عالم لان انا ما كنتش لعبت حتى بطولة افرقي انا اول بطولة قوية اللي عبتها هي بطولة عالم كانت بالنسبة لك غريبة اه طبعا طيب